لا تترك الولايات المتحدة فرصة لتنظيم داعش كي يطل برأسه من جديد وتواصل اغتيال واعتقال قادته فالجيش الأميركي كشف أن جنوده نفذ هجوما بواسطة مروحية بالتعاون مع قوات السورية الديمقراطية ذات الغالبية الكردية وأسفر الهجوم عن اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش بسوريا يعرف باسم بتار وهو ضالع في التخطيط لهجمات على مراكز اعتقال وتصنيع عبوات ناسفة وعملية الاعتقال الأميركية جاءت بعد يومين من مقتل القيادي المعروف باسم حمزة الحمصي الذي ذكرت القيادة المركزية الأميركية أنه أشرف على شبكة التنظيم في شرق السوريا كما أن هذا التطور يأتي مع استمرار خطر داعش وصعود خلاياه في سوريا خاصة بعد مقتل العشرات من المدنيين والعسكريين في هجوم شنه التنظيم بريف حمص الشرقي قبل يومين ومنذ إعلان القضاء على داعش في 2019 تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي قيادي التنظيم المتبقين وتشن بين الحين والآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضدهم وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في ديسمبر الماضي مقتل قياديين اثنين في غارة جوية نفذتها قواتها بطائرة مروحية شرق السوريا واعتبرت واشنطن حينها أن مقتل القياديين سيعطل قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ المزيد من الهجمات المزعزعة للاستقرار لكونهما مسؤولين عن التخطيط في التنظيم